عبر قداسة البابا فرانسيس عن قلقه حيال التصعيد الخطير في إسرائيل وقطاع غزة مؤكداً أن العنف والإرهاب لا يحلاني المشاكل وأن الحرب هي دائماً هزيمة كما طلب من المؤمنين أن يصلوا السبحة الوردية على نية السلام في العالم وأضاف قداسته أتابع بقلق وألم ما يجري في المنطقة حيث العنف تفجر مجدداً وبوتيرة سريعة مسبباً مئات القتلى والجرحة معبراً عن قربه من عائلات الضحايا والصلاة من أجلهم ومن أجل جميع من يعيشون ساعات من الرعب والقلق وأضاف قداسته ليفهم الجميع أن الإرهاب والحرب لا يؤدياني إلى أي حل بل إلى موت ومعاناة العديد من الأشخاص الأبرياء